بالفترة الاخيرة في كتير ناس سألوني عن رأيه بالأف ارباطاش بلابة وارفندر في قلة تجربة شخصية ضد الأف ارباطاش وكمان في عنا شبان بالكلان اللي هنه محمد وفاكسبات اتناناتهم معهم طيارة اف ارباطاش وبالتالي اللي هحكيه مبني عكلامهم ومبني على تجربة الشخصية قبل ايا شي بدنا ننتفق على شغلة ما في شي بالحياة قد ما كان عظيم ومهم وعالي إلا ما يكون في عنده ثغرة معينة ونقاط ضعف لسبب أنا بدي أقلكن عن الاف ارباطاش هي واحدة من أعظم المقاتلات ولما عم بحكي عن عظمة يعني عم بحكي عن شي أعلى من الجمال والقوة بالمرتبة بس مثل ما قالنا قبل كل شي له نقاط قوة ونقاط ضعف الاف ارباطاش طائرة ممتازة جدا من المسافات البعيدة والمتوسطة أما على المسافات القريبة فاحتمال كتير إذا خصمك قوة تواجه كتير من المتاب واحدة من النقاط الضعف اللي لاحظت على هيد الطيارة أنه الصاروخ الحرارة احتمال كتير كبير أنه يصيبها من أول ضربة بعكس بيئة الطيارات الموجودين مع الجيش الأمريكاني فتشت كتير عن المشكلة والسبب بعدين لاحظت في شغلة كتير مهمة وأساسية وهي أنه في محركان هؤل محركان عم بيعطوا وهج كتير كبير ولما تكون بقتال دوكفايت أو قتال قريب المدى والطيارة عم بتحاول تناور اللي عم بيصير أنه عم بخفوا قوة هالمحركات وعم بيصير يعطوا وزن تقيل على الطيارة وبالتالي مناورتها عم بتخف والصاروخ عم بيكون أسرع لأنه يجي على هيدا الطيارة بلس أنه محركان رح يعطوا وهجوا نار أكتر وبالتالي الصاروخ الحرارة رح يكون عنده شراها لأنه يصيب هؤل المحركات حتى بيرمي الفلير أو البوالين الحرارية هيدا الطيارة واجهت مصاعب معي أنا شخصيا وقدرت يوقع 8 طيارات لما كنت وراها وهيدي أنا معي السخوية 22 فما بالكن لواجهة طيارة مثل ميج 23 أمال دي أو الميراج 2000 رح توقع بمشكلة كتير كبيرة لسبب هيدا الطيارة هي عبارة عن مقاتلة بتطير وبتقاتل من مسافة بعيدة حتى من دوم ما تنخرط بالإتال يعني أنت فيك تقاتل فيها من بعيد من دوم ما تفوت على المعركة فعليا إلا إذا كان في أخطاء بالتيم تبعوه لك وعملوا ثغرة وفتحوا مجال للطيارات التانية النتيجة وتقرب على طيارتك اللي هي F14 مبدئيا هذه هي أول ثغرة بيانت معي مع الوقت شوية شوية ببلش انبشلكون إشيا واكتشفلكون إشيا بس هالشي ما بيمنع أنه هيدا الطيارة وحدة من أعظم المقاتلات الموجودة بلاعبة War Thunder